موسيقى 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 معنا في البرنامج برضو كان ظهر في التيتش أثناء زيارته للعبين ده عقب طبعا عودته من الكاميران عشان يخضع لبعض الفحصات والإجراءات عشان كمان سفروا عشان يعمل عملية إرباط الصليبي فبنقوله بإذن الله يا أكرم يعني تقوم بالسلامة ترجع علينا أحسن من الأول وإحنا منتظرينك أكيد واتقين أن أنت يعني عندك الإرادة أن أنت ترجع بالسلامة تكون كمان أفضل من الأول زي ما احنا متعودين عليك والله الموسم ده غريب جدا إحنا قلنا الموسم اللي فات يا رب الموسم ده ندخله مفيهوش أي إصابات بس الأسف الشديد برضو ما زال عندنا إصابات وما زال عندنا غيابات بسبب الكافد وما زال عندنا طبعا غيابات دولية وغيره بس نتمنى إن شاء الله الوضع يتحسن بمرور كمان الوقت ده أمر أعتقد مهم جدا طيب خلينا نتطمن كده يعني من دكتور مونار غالم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن النهارده وكمان الفترة الجاية والويكند زي بكتب قول لحضراتكم لو حد مسافر أو مضطر إنه هو يقضي يعني مصلحة فيه محافظة أخرى هل الوقت ده يعني الأمثل للسفر وإمتى تحديدا يا دكتور مونار صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك كنت معنا من يومين وحضرتين وفعلا يعني صدقت التوقعات زي ما بيتقيل وجو كانت الجنبارح ولسه النهارده وأعتقد اليومين الجايين كمان مكمل معانا أنا عايزة برضو نطمن النساء المشاهدين من حضرتك عن حالة التقس تحديدا وفكرة برضو هنا لو حد مسافر هل الموضوع آمن ولا لأ وإيه أفضل التوقيت يعني في اليوم اللي ممكن الناس تسافر وتتنقل من محافظة لمحافظة تفضل يا دكتور أحنا بالفعل من بداية هذا الإسبوع ونحن بنشهد انقفاض ملحوظة درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية يمكن الانقفاض كمان ملحوظة خلال فترات النهار وفترات الليل اللي بتوصل فيها خلال ساعات الليل لحد السقيع والبرد القارس خلال ساعات الليل احنا لسه مستمرين في انقفاض درجات الحرارة اليوم وحتى كمان بدايات الإسبوع القادم مستمرين في انقفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار درجات الحرارة بتتروح ما بين الـ 15 و 16 درجة مقوية يعني الطقس يكون بارد خلال ساعات النهار خلال ساعات الليل بتوصل ل7 درجات وكمان توصل لأقل من كده في البدن الجديدة ومناطق السحراوية والطقس يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية بيوصل كمان لحد استقيع في شمال السعيد وسط سيناء كمان بيؤدي ده تكون السلوك في مرتفعات سانتكاتين ومرتفعات وسط سيناء نتيجة منصفات درجات الحرارة لأقل من الصف في المناطق فالتحذير الشديد منصفات درجات الحرارة اللي مستمر معانا إلى بدايات الإسبوع القادم مستمر معانا تحديدا اليوم الإسنين القادم كمان نشوفي نشاط الرياح دايما نشاط الرياحة اللي بيحثتنا أكثر كمان بدرجات الحرارة بيحثتنا منصفات درجات الحرارة جايما لو احنا مثلا نتوقعين العظمى 15 مع نشاط الرياح الاحتاس ديها بيبقى 13 أو 12 درجة مقوية فاحنا اليوم نشاط الرياح سرعات الرياح ستكون بين 30 وال50 كم في الساعة فده هيزود احتاسنا منصفات درجات الحرارة يمكن كمان خلال ساعات الصباح شهدنا تسقط أمطار كانت تفوتت الشدة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حصل فيها أمطار خفيفة كده خلال ساعات الصباح وده متوقعين أنهار في فرص الأمطار يا دكتور منار معنا ولا أنا اللي مش سامعة طيب تأثير الجو طيب دكتور منار حنحاول نعود مع حضرتك مرة تانية لكن اللي احنا فهمناه لحد الوقت أن الوضع لسي مستمر معنا للأسبوع القادم نخلي بالنا جدا أو بداية يعني الأسبوع القادم نخلي بالنا جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم ولو ما فيش داعي للسفر يعني زي ما برضو دكتور منار كانت بتتكلم لأن الأرصاد مش هتكون يعني فيها اعتدال نحاول أن احنا ما نسفرش على كل حال فاصل سريع أكيد أخبارنا لسه ما خلصتش بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم برحبا حضرتكم مرة تانية ومن الحاجات اللي بتباعة يعني على السوشيال ميديا والساس سمير بعد كان بيتكلم بمناسبة أن دكتور منار كانت بتحذرنا يعني أن الأحوال الجوية مش هتكون مستقرة فهو بيسأل يعني بيتساءل هو كان مفروض هيروح يخطو بيوم الجمعة في اسكندرية فبيسأل لي سافر ولا لا دي حاجة متوقفة على حضرتك بقى والساس سمير مش عارفة بصراحة لو الموضوع مهمة أو يسافر و سيبها على الله بس يعني مش لدرجة أنه محدش يعني عنده حاجة مهمة ما يسافرش أعتقد يعني على كل حال نخلي بالنا دي أهم حاجة زي مكنت بقول لحضراتكم ناس كتير جدا 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 عندها دور برد الفترة دي ما بقيت ما بقناش عارفين هل يعني ده برد ولا ده كوفيد ولا ده أوميكرون ولا ده إيه بالزبط يعني الواحد بقى فعلا فعلا موضوع مقلق جدا على كل حال نروح نتابع دلوقتي من مقار جريدة الجمهورية مع مرسلتنا العزيزة مريم سميح عشان نشوف أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وهيكون معاها كمان الأستاذ حسام الغربوي الناقض الرياضي مريم سباح خير عليكي وسباح خير على أستاذ حسام نرحب بي كنتم الاثنين وأكيد كلنا سامعينكم معاكي منشطات مهمة يمكن برضو أبرزها منتخب الفرعنة للتفوق على السودان في تاريخ مواجهات أمم إفريقيا أعتقد ذي حاجة برضو تهمنا بمناسبة الماتش النهاردة فضال يا مريم صبح عليك يا نهواند وصبح لكل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريت الجمهورية والعنوان اللي هتكون معنا النهاردة فيه جولتنا الصحفية وأولها العنوان اللي انت ذكرت يا نهواند من اليوم السابع منتخب الفرعنة يتفوق على السودان في تاريخ مواجهات أمم إفريقيا ومن صحيفة الشرق الأوسط تسنغال وغينيا إلى الأدوار الإقصائية على حساب ملوي وزنبابوي ومن الجمهورية أونلاين جورديولا يسعى للتعاقد مع مهاجم تاتنام ومن موقع كورة العنوان الأخير معنا باريس يرفض عردين لفينالدوم طبعا هيكون معنا لمناقشة كل هذه العنوين الأستاذة حسام الغربوي اللي بينوارنا وينشرفنا دايما على شاشة قناة نادي الأهلي بنصبح عليك وعش الصباح في الآن أهلا وسهلا صباح الخير على حضرتك وعلى زميلة نهواند في الستوديو طبعا مهم جدا أننا نبدأ بمباراة النهاردة يعني يمكن الجولة الأخيرة في دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا مصر والسودان يمكن اتواجهوا أكثر من مرة وتحديدا في أربع مواجهات يمكن فاز منتخبنا فيه تلات مواجهات وتعدلنا فيه مواجهة واحدة فقط ويمكن كان فيه مواجهة المنتخب قدر نوحق فيها سكور كبير بنتيجة 5-0 هل هذا التاريخ بيشفع لمنتخبنا أنه يتأهل النهاردة لدور الستاشر يعني بشكل مباشر ولا ممكن يكون فيه كلام خاصة أن منتخب السودان لسا كنا من الكلام أنه كيروش فوج أنه هو فيه عناصر كتير أو مميزة طبعا إحنا تاريخ مصر شيء طبعا أنه بقى دافع معناه كبير لمباراة النهاردة ولكن طبعا المستطيل ما بيعرفش غير الاكتهاد والفريق اللي هيقرأ المنافس اللي قدامه بشكل جيد الكرة التوارد كتير أكيد السودان دلوقتي غير السنين اللي فاتت وده اللي أكد عليك روش فيه تدريبه الأخير أمس على اللعبين المفروض أنه هما ما يبصوش لدور الستاشر إحنا هنقابل مين أولا يحصل إحنا نركز في هذه المباراة وإزاي نحن نديرها بشكل قوي خاصة إحنا عندنا بعض الغيبات زي أكرم توفيق وفتوح والوينشع للإصابة طبعا هبقى فيه مفضلة بين محمد عبد المين عموية محمود علاء للمشاركة وهو ده اللي إحنا لازم ناخد بالنا منه كويس جدا بعيدا عن الموجهات السابقة وتفوقنا على السودان إحنا شفنا كنا طول عمر مصر هي زي ما يقولوا كده كعب عالي في أفريقيا وبدليل طبعا إنجازاتنا إحنا الفريق الوحيد اللي خد البطولة العديد من المرات ولكن دلوقتي بعد التطور والاحتراف الكبير لجميع المنتخبات أصبح هناك قوة ومنافسة شيئا جدا وده إحنا شفناها في نيجيريا والصعوبة اللي إحنا حتى أبينها مع غنيا بساول ولولا طبعا هدف محمد صلاح كانت الدنيا هتتقزم جدا لذلك لأن إحنا لازم ناخد بالنا أن المنتخب السوداني أكيد عايز يظهر عايز يثبت نفسه أمام منتخب مصر فهو ممكن يلعب بقوة والسبسال كبير فإحنا إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الواطن الشرط التركيز في الملعب والقراءة الصحيحة والتشكيل الجيد إن شاء الله فكل التوفيق لمنتخبنا الواطن إن شاء الله يمكن برضو إحنا مستمرين في تصفيات كأس أمم أفريقيا الحقيقة نسنغال حسمت أولها لدور الستاشر غينيا بيساو كمان يمكن كل الناس مستنية إن هي يعني يكون لها مفاجأة أمام نايدجيريا وتتأهل أيضا لدور الستاشر ويعني يتحقق معادلة صعبة بالفوز على نايدجيريا طبعا إحنا طبعا هنخش في أجواء المباريات الإقصائية الصعبة ومين اللي هيتأهل ومين مش هيتأهل وطبعا إحنا لقينا السنغال قدرت رغم إن هي تعادلت مع ملاوي بدون أهداف دي منحت غينيا إن هي تتأهل معها وده هيدي وطبعا بالشكل ده إن هم طبعا نتأهلوا لدور الستاشر بشكل كوي وإن شاء الله أنا متأكد الأدوار الإقصائية هتبقى قوية جدا جدا وإحنا بنتمنى طبعا ده وفي نفس الوقت نتمنى أن مصر في على النهاردة إن شاء الله تفوز بشكل كوي كلنا ملامح بينها تطمن المصريين لأن الأدوار الإقصائية تبقى صعبة جدا للغاية فلازم يبقى التشكيل خلاص تم تثبيته بشكل قوي بشكل فيه ثقة عشان يدي ثقة للمشجعين المصريين وإن شاء الله بإذن الله نفوز بالبطولة بإذن الله ننتقل بقى يمكن للبريمير ليج والتعاقدات والمركات وكمان يمكن منشاستر سيتي بيسعى أن هو يتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام ده طبعا بناء على رغبة جوارديولا هو محتاج أن يكون عنده تدعيم في خط الهجوم وأن يكون هذه الصفقة خلال المركاتو الصيفي المقبل شايف ممكن تكون الصفقة دي إزاي أو تدعم صفوف الفريق بشكل عامل إزاي طبعا دي بشيء طبيعي أن احنا كل عام بيبقى كل فريق عايز يدعم صفوف بدماء جديدة من اللاعبين المتميزين ولكن طبعا جردولا شايف أن كين مش مكانش على المستوى المطلوب خاصة من بداية الموسم في خلال تسع مباريات لم يحرز غير هدف واحد ولكن في آخر أربع مبارات قدر أنه يحقق ثلاثة أهداف أو يشارك بشكل قوي يعود كورقة ربحة فطبعا دي أكيد هيبقى المنشستر شايف فيه النجم اللي هو عايزه في المرحلة القادمة ودي طبعا بتختلف من مدير فني لمدير فني ولكن هي دي حل كرة القدم ورغبة كل منتخب في البحث عن لاعب متميز وإن شاء الله كل التوفيق يعني بإذن الله لهاركي لو هنتكلم عن عنواننا الأخير يمكن لاعب وسط باريس سان جرمان طبعا جودينيو فينالدوم يعني مرشح للرحيل عن النادي يمكن بعد أشهر قليلة جدا من انضمامه للفريق يمكن التقرير كان بيتكلم عن أن فينالدوم مش بيشعر بالانسجام مع الفريق وهو اللي ممكن يؤدي إلى رحيله خلال الأيام المقبلة طبعا ده هتوقف على المدير الفني للفريق بتاعه طبعا أكيد هم أكيد هعودوا يعني ما فيش لاعب بيتم ضمه لفريق معان إلا إذا كان لي دور أو المدير الفني محتاجه فعلا وإلا إذا غير ذلك فهو هيبقى فيه رغبة أنه هو يدفعه للرحيل ولكن دي طبعا هيبان في الأيام اللي جاية من يوكسل وفريق اللاعب خاصة اللاعب من حالة نفسية بتاعته دي مش هي دي الأساس ولكن يوكسل طبعا عشان عارف اللاعب كويس عارف إمكانياته خاض معاه موسم كامل 2015-2016 أحرص فعل عديد من الأهداف وشارك فيه أربعين مباراة طبعا عارفينه كويس فشيء طبعا أنه هم يسعوا وراه هتوقف بقى على الجانب الآخر هل هو فعلا في احتياج لللاعب فهيتمسك به أم سيتركه لنيوكسل كوافد جديد أو طبعا مش جديد بما أنه يعني كان متواجد في الفريق قبل كده أديها توقف على المدير الفني سيد حسام دايما بتنوارنا وتشرفتنا شكرا لحارتك جدا شكرا جزيلا شكرا نهوان دي كانت تجولتنا الصحفية ومنقشة لكافة العنوين الصادرة أو أهم العنوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جريدة الجمهورية بشكرك جدا كلمة ليكي مرة أخرى أنا اللي بشكرك جدا على التغطية الرائعة دي يا ماري شكرا لك جدا شكرا للأستاذ حسام خلونا بقى نروح دلوقتي لمقر النادي الأهلي ونتابع التدريبات والأخبار الأخيرة عن النادي الأهلي مع مرستتنا العزيزة سالة حامد هي موجودة في فرع الجزيرة يا سالة صباح الخير برحب بيك أكيد في البداية وعايزة طبعا أعرف منك أخبار النادي الأهلي بس كمان عايزة تطمينينا على حالة التقس عندك وعايزة تطمينينا برضو عن الحالة المرورية وعايزة تدينا صورة كده عن برضو ما يحدث داخل الفرع عندك من يعني توافد لي برضو الأعضاء تفضل يا سالة صباح الخيري أنا هاوندو طبعا في البداية خليني أصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة أكيد من 10 الصبح في الأهلي وزي ما أنت قلت حاليا أنا هاكون معاك مع كل جمهور النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفكرة أخبار النادي الأهلي دايما متعودين عليها عشان نقلكم كل الأمور والأخبار متعلقة بجميع الفرق الرياضية وكمان الفريق الأول لقرة القدم بس خليني قبل ما أتكلم عن التدريبات وأحوال جميع الفرق أطمن يعني كل جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي على حالة الطقس وحالة المرور اللي موجودة دلوقتي يمكن حالة الطقس أنا هاوند حاليا يعني حالة الطقس يعني درجة حرارة منخفضة يمكننا زي ما تعودين كل يوم في الساعة الأولى من صباح اليوم درجة حرارة بتكون منخفضة يعني بتكون ستة أو تمانية درجة مقوية فده بالنسبة لحالة الطقس كمان بنسبة حالة المرور حالة المرور يعني جيدة يمكننا الأماكن المحيطة بالنادي حالة المرور فيها جيدة وأنا كنت جاية يعني في الطريق من ناحية الدق الزمالك الحالة المرورية كانت جيدة في المناطق دي وكل الأماكن القريبة من النادي الأهلي كمان يعني الأعضاء بدأت تتوافد بالفعل يعني هاوند على مقر النادي في الساعة الأولى من صباح اليوم يمكن العدد دلوقتي داخل النادي الأهلي من أعضاء قليل شوية وفيه في ملعب مختار التيتش عدد بسيط من الأعضاء يعني كبار السن بتعودين دايما يعني حتى في الشتاء وفي الجو ده متعودين ان هم يعني يمرسوا الرياضة ومحافظين على اليقطهم البدنية ان هم يجوا يتمرنوا في ملعب مختار التيتش بعض التدريبات ويلفوا كمان حوالين التراك فيعني لسه أعضاء نادي الأهلي متوافد على مقر النادي ده من نسبة لي يعني أحوال نادي الأهلي خليني بقى أنتقل وروح لتدريبات جميع الفرق وهبتدي معكم بالفريق الأول لقرة القدم اللي النهاردة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا مرة أخرى هيستقنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التيتش عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة التالتة ليهم في بطولة كأس الرابطة واللي هتكون يوم الجمعة ان شاء الله ينهوان دمع نادي المقولين العرب المباراة هتكون يوم الجمعة في تمام الساعة الخمسة مساء على استاد الأهلي والسلام ده طبعا تلت مباراة ودمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ده بالنسبة لفريق الكرة القدم خليني نتقل وروح لجميع الألعاب الأخرى وهبتدي معاكم بفريق الأول لكرة السلة ريال تحت قيادة الكابتن أو مستر أجاستي إبوش الموديل الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي واللي انبارح يعني إدهم راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الزمالك اللي كانت على صالة نادي الزمالك واللي فاز فيها النادي الأهلي بفرق نقطة واحدة على نادي الزمالك نبارح كانوا في راحة سلبية والنهاردة ان شاء الله هيرجعوا يستنفوا تدريباتهم مرة أخرى على صالة أميرة عبدالله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة اللي رابع عليهم في الدور اللي تاني من المرحلة الترتبية اللي بتولي الدوري السوبر لكرة اللي سلة واللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعة أمام نادي الجزيرة الساعة 8 على صالة الأميرة عبدالله الفيصل اللي صالة دائما اتمران عليها العيب النادي الأهلي جوه مقر النادي كمان يعني الطايرة رجال أو الماسترز النهاردة ان شاء الله يعني يمكن قرر ميدوم سلحي أو كابتن ميدوم سلحي موديل الفني لفريق الطايرة انه الماسترز النهاردة يتمرنوا على فترتين يمكن نكسف التدريبات شوية نهواند انه يتمرنوا النهاردة بدل فترة واحدة يتمرنوا على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية الفترة الصباحية هتكون من الساعة 12 للساعة 2 والفترة المسائية هتكون من الساعة 6 لساعة 8 على صلة أيضا أمير عبدالله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة وأول مباراة لهم في بطول التكاس مصر في دور الـ 32 من بطول التكاس مصر أمام نادي جزيرة الورد اللي هتكون يوم الجمعة إن شاء الله وهتقام في مدينة المنصورة كمان بالنسبة لي فتاة الدهب وسيدات الطائرة تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي بعد مباراة السموحة ومباراة الزمالك قرر كابتن حمدي أنهم يريحهم شوية من التدريبات مدام ما فيش مباريات الأسبوع ده ولحد النص الأسبوع اللي جاي ما فيش مباريات فقرر أنهم يريحهم شوية من التدريبات ويكونوا في راحة سلبية لحد يوم السبت القادم وإن شاء الله يرجعوا يوم الحد للتدريبات عشان عندهم مباراة في بطول التكاس مصر دور الـ 16 مع نادي دالفي وهتقام في مدينة الأسكندرية استكملنا جميع أخبار الفرق الرياضية كمان خلينا نتكلم شوية عن كرة اليد في نادي الأهلي وبعد عاودت الرجال اليد مرة أخرى للمباريات والتدريبات بعد فترة طويلة من توقف الدولي دامت لمدة شهر ونص بعد ما كمان خادوا أول مباراة أمام نادي سموحة يوم الثلاث الماضي النهاردة إن شاء الله كمان شوية هيتمرون هنا هوند على صالة النادي وبعد التمرين هيتجهوا مباشرة لمدينة الأسكندرية عشان عندهم يدخلوا في معسكر مولك عشان عندهم مباراة مهمة بكرة إن شاء الله أمام نادي سبورتينج الساعة 6 على صالة نادي سبورتينج ودي هتكون ضمن منافسات بطول الدوري المحترفين لكرة اليد ممكن دي أنا هوند كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الفرق الرياضية وكمان الفرق الأول لكرة القدم وأحوال يعني النادي طبعا وحالة الطقس وحالة المرور أكيد أنا معاك لو في أي سؤال ولا أنا عودة مرة أخرى للستوديو كلمة ليك أنا هون طبعا تبضلي لا يا سألان بشكرك جدا على التخطية دي والأخبار الجميلة كمان اللي أنت كنت بتقولها لنا شكرا لك جدا زملتنا العزيزة سالة حامد ومبروك على فكرة لأنها تخرجت مبارح برضو قبل ما نطلع فاصل خليني أنوه إن إحنا معانا برضو فيديو جراف على قد ما نقدر كده كل يوم هنجيب لحضراتكم يعني بعض المعلومات في خلال أو في سورة فيديو جراف اللي نحن نقدر نقدم بيها نصايح النصايح اللي معانا النهاردة هي نصايح لتحقيق نظام غذائي صحي ومتكامل ناس كتيرة جدا بتفتكر أن الضايت ده أقل للأكل وخلاص لا القصة مش كده المهمة تاكل الأكل صحي ويتناسب كمان مع طبيعة جسمك كل بني آدم دي طبيعة جسمة يفعش الضايت اللي حضرتك بتعمله وأنا أعمله ونفس الأكل اللي انت بتخسي به أنا أخسي به والأكل اللي انت جسمك محتاجه وأنا كمان جسمي يحتاجه الموضوع مش كده خالص ففي المجمل تعالوا نشوف إيه الأكلات دي وإيه النظام أو النظم الغذائية دي ونرجع نكمل مع حضراتكم بس بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بالبطل بتاعنا محمد مجدي حمزة لاعب الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوة كنت معنا قبل كده صباح الفل بس كنت معنا قبل ما تروح وتتأهل الأولمبيات زي ما كنت بتقولي وإحنا وشينا كان حلو عليك على طول بعدها تأهلت حمد الله يعني حمد الله محمد إحنا أكيد سعداء بيك جدا بس خلينا نرجع كده مرة تانية لورا شوية أنت من بعد ما كنت عندنا الحمد لله تأهلت للأولمبيات وعايز أعرف الرحلة في الأولمبيات لغاية بعد كده لما وصلت بقى عندنا والبطولة للوقتي وغير وقت أهلت قبل الأولمبيات بس كانت بفترة كويسة بس للأسف أنا لعبت ماتش كنت بلعب على أصابة وخلصت بعد كده عملت أشعاعات وكده كده الأصابة ترى قوية جدا فعادت حوالي خمس شهور أربعة شهور بتعالج قبل الأولمبيات فما روحتش بحسن حاجة يعني قبل الأولمبيات أصلا أنت كنت بتتعالج قبلها فأنت رايح مصابة أنا بالضبط أنا بدأت أشتغل كويس قبل الأولمبيات بالضبط في الشهرين لكن كل مدة الفاتدية كنت كنت صابقة قوية وأنا لعبت عليها عشان أتأهل وتأهلت بس ما كنت صابقة أخو مني شوية أوكي وخلصت ورجعت بقى قدت مثلا أجازة شهر مثلا بدأت مرة تانية عشان السنة دي فيه بطولة عالم ودي اللي بركز عليها والحمد لله لعبت الجمهورية الفاتد عملت رحم كويس برضو ضرب جدا من التأهيل إن شاء الله كويس جدا طيب بطولة الجمهورية بقى برضو هي يمكن مش البطولة الفضيعة يعني بس بطولة كويسة جدا وانت برضو الحمد لله حققت فيها حاجة محترمة خلينا برضو نروح للكواليز بتاعتها وبعد كده الاستعدادات للجاية طبعا بطولة الجمهورية طبعا جاية في وقت صعب شوية لو شهر 12 ده يعني عادة ده مش الوقت التعناد يعني حنال عطول بشهر 3 وشهر 7 طيب مش معنى دلوقت معمولة علشان كان يعني قبل الأولمبياد كان كله مركز على التمرينة وكتر أو كده فأجلوها البعض الأولمبياد عشان يبقى فيه وقت يعني معاك كافية انتخابات حصة في الاتحاد وكده فكل ده خد وقت يعني ما كان شيف هم تأجل أكتر من كده خلاله اه لا نفعش نستوي يعني مفهود نتلاقي في شهر 7 مثلا فلعبتها وانا أصلا يعني يعني باللغة التمرين يعني محمل يعني لو أصلا ما فهو مالعبش دلوقتي يعني والحمد ورحمة كان كويس يعني دا دفع للجاي ان شاء الله كويس جدا خلينا نعرف برضو كم لاعب شارك الكواليس ناك كانت ازاي يعني أنا محتاجة أعرف منك الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش على الشاشة دليل الجمهورية اه وبردو عايز أعرف معلش أنا الأولمبياد برضو مهمة جدا ان احنا يعني ناس تأهلت وناس من عندنا ما تأهلتش بس احنا ما نعرفش اللي وراء القصص اقوي يعني وراء الموضوع فبردو كلمنا نبدأ بالأمبياد وبعد كده بالطورة الجمهورية هو التأهل والأمبياد يبقى فيه حاجتين ياما اكون مثلا من يعني جوه احسن 32 واحدة العالم ياما باعدي رقم بس هو عسنا بيبقى صعب رقم يعني بعديه وبتأهل والاتنين يعني يعني تويز بيوصلوا عادي جدا فناتأهلت بالرقم على طول يعني كويس جدا فيه ناس عادي تأهلت بالرنك بس كله بيرعب عادي يسمى حاجة يكون جوه احسن 32 على العالم يعني ده تأهل الأمبياد في الجمهورية عادي اعتقد يعني احسن اثنين في كل نادي بيلعبه وبدأ فيه اعتقد فيه تصفيات الصبح والفينل يو 8 او 9 عام هو لو كلمنا بقى وركزنا اكتر طيب على النادي الاهلي دلوقتي كلمنا اكتر عن العدد بتاعكو وفكرة التدريب بيتم ازاي يعني لهي الحاجات اللي احنا برضو زي مكت بقولها مش بنشوفها هو عادي انا بالقناة في الاستاد مع المنتخب يعني وندي الاهلي اعتقد برضو يبقى الاخد بمعاد جوه الاستاد يعني انتو كان يوم في الاسبوع كل يوم وفيه اوقات تبقى قبل البطولات صبح وليل هو ده دلوقتي يعني دلوقتي دلوقتي حسن اللي ابن في بطولة يعني هي يوميا صبحوا بالليل 6 يام في الاسبوع والجمعة بس اللي بقى جازة هي فضلة دي طبق صعبة جدا ومفروض يعني ملعبش فيها بس هو طبعا الجمهورية جاد في الوقت ده فالحمد لله شريك بشكل كويس يعني الحمد لله طب انت اصلا بتدرس يا محمد يعني خلينا برضو نعرف الجانب ده لان مهم نعرف ده انت جامعة ولا انت ما قلت 96 عام عند 25 سنة انت خلصت بقى خلصت من خلاتين بالضبط درست ايه انا كنت بيزنس في الجامعة الكندية اوكي واشتغلت ولا احنا مركز بس في الرياضة وبصراحة انا كان عندي حلمي في الرياضة كان قوي شوية فهي صعب ان انا اشتغل معي فكنت ماجل الموضوع اجلت سنة عشان اتأهل فالسنة اصلا كلها اتأجلت بتاع الكورونا بأكيد اهلت فالموضوع عبما يتأجل معي بس هو فعلا انه فيه حاجة عايزة عاملها في الرياضة قبل ما اتسببها انت ممكن حتى تشتغل في المجال ده يعني ممكن ان انت تدرس حاجة ليه علاقة بعد كيه بالتدريب او التحكيم او غيره او ده مش حلمك يعني مش حاسه دلوقتي يعني مش حاسه انا افكر فيه دلوقتي بس هو او ممكن طبعا يعني بس هو اللي انا حاسه اكتر ان انا عايز يعني اعتيب اثر في الرياضة يعني لو احاول يعني اعمله اقوى من اللي انا عمله والاحتراف ايه يعني ما فكرتش قبل كده وانت اصغر في السن شوية انت مش كبير كده كده بس اصغر ما كنتش بتفكر في الاحتراف ولا الموضوع صعب برضه وانت تتكلم على اللعبك هو مش احسن فرص يعني بس هو الاحتراف يعني احنا كلاعبة ما بنلعبش او باسم يعني برا مصر ببقاش باسم نادي او منتخب قوي يعني ممكن اعادي فيه منشابة لعب هو بالاسم الشخصي يعني او انا معروف بالاسم مثلا كده اه معروف ان انا في الاهلي وفي منتخب مصر بس هو الاسم والرخم بتاعي على اتحاد دولي مديني دفع ان انا لعب اي مطش عادي فقال له الاحتراف في اللعب عندنا ممكن اعادي جوه هنا جوه مصر بس يعني ليه اسم برا قوي كويس وما جايش فرصة يعني ان انت تتاهل او يعني تحترف في اي دولة او صحوة ما اتخبتش فرصة يعني ما هي النقطة افكرة افكرة انا قريدي بلعب برا الحمدلله كويس ومشاط قوي جدا فممكن محتاجش قوي ان انا احترف يعني بس عايز اسألك على حاجة برضه لان المالعاب القوى يعني ليها حاجات كتيرة يعني انواع كتيرة بس برضه النضاب الغذائي ايه نظامه يعني مفيش اكل معين وزن معين يعني خليني يعرف برضه لا يا عمون احنا نضعش وزن يعني احنا فيها عادي ممكن تلاقي واحد جسمه مليان جدا واحد جسمه خفيفة وتنافس في نفس الاوزان عادي يا سري اوزان مختلفة او عادي كله بيرمي بوزن واحد كأدايا يعني لكن كوزن جسم مفيش يعني كل واحد عادي يعني انت ممكن حد مثلا ارفع منك ب20 كيلو يبقى اقوى منك او طبعا عادي يعني كل واحد يعني ربنا بيبقى دي ميزة يعني فيه يحو يبقى طويل بس سوا بطيء شوية فيه يحو يبقى اصر بس اصرع كل واحد بقى لي ميزة بيعرف في نفس بيها يعني انت بتخليش بلك من وزنك الموضوع مالوش علاقة حتى في نفس حتى في السرعة يعني امالهاش بنشتغل كل حاجة بس هو يعني انا مثلا من لسبالي يعني بقى شكلي في التراك مثلا او في التمرين او كده احسن مكتب ان انا اوضل قاعد كل يوم مئيس وزني يعني ده اللي بحسن هو بيبقى ماشوا معنا اققل يعني احسن او يعني ممكن بقى وزني خفيف جدا بس انا مش قادر اعمل حاجات دي ممكن بقى وزني تقيل بس عادر اعمل حاجات مكتب وزني خفيف يعني طب العاب القوة لو اتكلمنا شوية معلش روح للسيدات لان انت برضو نظرتك غير انت بتشوف ده بتشوف البنات ازاي برضو محققين في الفترة احنا شايفان على الارض لا فيه اختلاف كبير في اختلاف كبير طبعا اختلاف كبير يعني فيه بساند حميدة ان شاء الله عليها يعني عامل انجزات بتنافسكوا اوقات ممكن بقى بيحصل منافسات دين الجانب لا هي هي اصلا هي سبرينت يعني مية ومية متر ومية متر ومية متر ومية متر بس بحصاش منافسات حتى لو سبرينت برضو بس رجال يعني ما معلقة اتقيتش معلقة اتقيتش يعني بس هو اللي عارف ان هي عرقبها قوي جدا وهي تقهلت الوليبات اللي فاتت هتروح تعمل انجاز قوي بس حصل اصابة قبل السفر بسبوع بزرور ايما هو الاسابات الكتير دي اللي بتحصل يعني فعلا مش اول مرة اسمع ولا سي مرة ولا عشر مرة دائم بيحصل اصابات تحديدا في اللعبة دي وفعلا قبل الالومبياد قبل التأهل موضوعها كان اصعب كتير يعني اصابت ست سبع شهور مثلا وكده فكان عندي وقت نالحق نفسي ونعرف شارك لكن دو اصلا احنا كنا بنعمل المسحة تقريبا وهي يوم المسحة تصابت وصلاة قوية وهي اصلا السفرينت يعني لو في اي حاجة حفيفة جدا انا مش اعرف تجري فكان حظا سيء جدا ربنا اعوض انا اعوض انا ان شاء الله عشرين اربعة وعشرين مش هنقبل اقل من بقى يعني 15 عشرين مدالية احنا نقدر يا رب الله والله محمد احنا نقدر يعني انت حتى لو انت كباطل الرياضي برضو رأيك ايه في الرياضة مؤخرا يعني انت بتكلم هنا عن الرياضة النسائية اللي عملت طفرة كبيرة جدا برضو عندنا البراليمبياد عاملين شغل الحمد المحترم جدا فيه اهتمام او الثقافة شوية اختلفت بالرياضة فانت شايف ده ولا لأ انت برضو عشان جوة الفيلز يعني لان انا شايفه جدا بصراحة يعني اللي حصل في الرياضة اصلا كان فيه الالعاب احنا مكناش موجودين فيها تقريبا بقينا نجيب مدالية مداليات فيها حتى مثلا في اللاعبات انا كالجلة كان معي مصطفى عمر زميل يعني قدر يخش فينال في الرياضة فهو لا حصل اختلاف كبير واعتقد الرياضة الجاية هتبقى احسن كتير يعني طيب بص بقى يا محمد احنا معانا دلوقتي برضو على التليفون كابتن ياسر داود رئيس جهاز العاب القوة بالنازي الاهلي يا كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك في البداية صباح النور عليكي وعلى كل الاهلوية وعلى محمد بقى البطل بتاعنا الجميل ايوه ايوه ها جميلة يعني رفنا والله يا كابتن ياسر لست كنا بنتكلم في موضوع عايزة بقى حركة شاركنا فيه فكرة هنا للطفرة اللي احنا شايفينها برضو ليه الرياضين بتوعنا وفكرة برضو الحماس الموجود والرياضة النسائية اللي فعلا اختلفت على الارض هما بصراحة بقى لو هنتكلم هما اللي بيجيبوه لنا الميديليات يعني كمان نتكلم في العاب القوة لا بجد الواحد مبسوط يعني حقيقي فيه اختلاف كبير جدا على الارض الفترة الاخيرة فرأي حضرتك ايه برضو ايه زي ما حضرتك قلت بالضبط هو فيه اختلاف كبير ان الرياضة النسائية بتاعت يعني تاخد يعني الاهتمام اللي يناسبها ويناسب حجمها ويناسب مصر كلها الحمد لله بقالنا لأربع سنين الاهتمام في زيادة وبنشوف كده في جميع الفرق الرياضية واخيرهم اعتقد كرة القادر النسائية اللي تريد تظهر دلوقتي صحيح الاكاديمية صحيح بالضبط ودي حاجة طيبة طبعا وطبعا بالنسبة للدين العزيز دي حاجة يعني الحمد لله وعمره الليدرز يعني هو وان شاء الله ان شاء الله نشوف حاجة كويسة لسنين جاي حلوة اوه احنا كلمنا برضو انا ومحمد عن يعني اولمبيات توكيو والعاب القوة ومشاركته والاصابات اللي حصلت لبعد اللعيبة قبل يعني التأهل فخلينا ننتقل كده برضو عايزة نروح مع حضرتك ورسمين خطة ايه اللي نتكلم هنا اولمبيات باريس عشرين اربعة عشرين اعتقد امال المصريين كلها متوقف على الجدية والميديليات واحنا اعتقد بقى كل يعني فترة بنبقى عايزين ميديليات اكتر بنقارن باللي فات وعايزين احسن فبردو التجهيزات ايه اللي جاي ان شاء الله يا كابتن ياسر هو الحمد لله يعني اعتبارا من اولمبيات توكيو احنا في مرحلة تجهيز لباريس ان شاء الله فيما يخصنا احنا وبيخص ضيفنا العزيز ميدي احنا طبعا المبايات فاتت لما حضرين قلت لكورونا ومش عارفين هتلاعب ومش نتلاعب والاستاذ قبلها اعتقد مزادش عن طهد شهور يعني ان شاء الله توقعتنا بالنسبة لولادنا ان احنا لا في حماس موجود من ساعة مرجانة وارقابهم بتقول كده يعني برضو فيما يخص الكلة بتاعتنا وميدي ان احنا النهاردة الحمد لله كل رمياتهم بتقلح عن عشرين متر جلاتي يعني خلال سنوات فاتت لكما احيان بيبقى 18 احيان 19 فالاستعداد والحراس موجود كويس على كل الناس والحمد لله ربنا يوفقهم بإذن الله في بريس ان شاء الله طيب هل في اي مشاكلة هل في اي حاجة انتم محتاجينها هل في اي طلبات علشان لما نيجي بعد كده لالرمبيات عشرين اربعة عشرين نتكلم ان احنا وفرنا كل حاجة كل حاجة متاحة ولكن بقى الموضوع متوقف على الاداء هل في اي حاجة كابتن ياسر برضو حاليك حابب تقولها من خلال عشر صبح في الاهلي توصل لأي مسؤول بيسمعنا ركيب طبعا اللي احنا نطلبه الاهتمام المناسب يعني احنا عدينا طايمة طلبات بنسلمها للاتحاد المصري طبعا بيخذ دكتور سيفالة شهين الطلبات دي اعتقد ان هوا برضو بيدورهم بيوصلوها الوزارة واللجنة الربعية على اساس للعيدة دول بيبقوا عايزين معسكرات وعايزين تدريبات في اماكن مناسبة الأدوات تكون مناسبة سواء كان جيميليزم أو ملعب رامل المعسكرات والاحتياجات الخارجي عندنا طبعا لسي الطلبات ونتمنى ان احنا نقدر نوفرها بإذن الله تعالى عشان نخطل على النتائج اللي احنا عايزينها بالضبط هي دي النقطة المهمة جدا لازم يكون فيه يعني توفير لكافة الاحتياجات لأبطالنا في رياضات المختلفة بصراحة علشان بعد كده محدش يقدر يجي يقول اصل احنا اصل ما كانش فيه امكانيات يعني نتمنى فعلا انتوا تنالوا كل محتاجينه علشان ان شاء الله اولمبيات عشرين اربعة عشرين كل التوفيق ليك كابتن ياسب اشكرك جدا على وجودك معنا اشكرك اشكرك وصلاح خلائك وميان وضحياتي شكرا لحضرتك خليني نروح معاك برضا يا محمد يعني انا هسألك نفس السؤال بس على سكيل اصغر كبطل بقى ايه اللي انت محتاجه دلوقتي علشان التأهل لان شاء الله اولمبيات باريس يعني ايه اللي نقصك ايه اللي كنت محتاجه في توكيو عشرين عشرين يعني خلينا نعرف منك الحمدلله الفاتر اللي فاتك اتحسن كتير يعني سواء الدعم اللي كان من الاتحاد او من الاهلي اللي بصراحة كان كويس جدا يعني مش عايز ان هو يستمر يعني ده لنا حاسه لحد باريس يعني ويكون ان شاء الله التوفيق معنا يعني ان هو دينك ماشي حلو جدا لحد توكيو بس الاصابة كانت صعبة شوية فان شاء الله ما تتكررش تاني وان رايح باريس يعني ودينك ماشي احسن بتوفيق احسن ان شاء الله طب لو لك كلمت معاك شوية على شك مختلف مش بس اللي هو التأهيل الفني او البدني لا الشقة النفسي لان خلي بالك من حاجة اللي بيكون بطل رياضي في اي رياضة رجع من اصابة رجع من خسارة عدم تأهيل كل الحاجات دي برضو بتأثر احنا بشر ففي الاول في الاخر انت بتبقى محتاج اعادة تأهيل علشان تقدر تخش بروح جديدة نفس العزيمة بثقة مرة تانية في النفس هل فيه حد مختص بالملف ده ولا الموضوع يعني ذاتي او حد من الاسرة او غيره بحسنا يعني بتكلم مع الكابتن اكتر يعني حتى لو حاصل اصابة يعني كان الدكتور قال لي يعني بناسبة كبيرة مكيبة فيها جراحة وممكن ما تلعبش الاولمبياد يعني فانا بظلت انا كابتن مسكين في النسبة ليس صغيرة جدا نحن نلعب برضو يعني عادي نلعب بطريقة وبظلنا حتى بقيت الموسم بنهاية نفسينا ان احنا هاول وفضل رابط رجلية جدا واخد مثلا مساكن وادلك مثلا على خفيف اعمل اي حاجة بحسنا نلعب لانا كنت أعزا نلعب بأي طريقة نحن نأخذ التجربة عشان حتى لونا في باريس ان شاء الله اجربت الموضوع يعني فكملت الموسم عادي جدا وانا رابطت رجلية واجيت على نفس الحد ما لقيت يعني طب ده ما كانش غلط يعني انا عايز اروح معك بصراحة هل ده الدغت برضو وعليك وعلي ايدك ده كان غلط ولا الموضوع كان تمام يعني انت تأكدت هي كتت في رجلي اه عفوا في رجلي كانت في رجلي بس هو كان غلط يعني او في ريسك اكتر هو من غلط اكتر بس انا كنت يعني كنت رابطتك ده كويس بس هو الرزك كان عادي بس انا في نفس الوقت كنت يعني يعني زي مستموت كده عدا لعب عدا لعب توكي باقي طريقة كان حلم ما عملته وتأهلت ليه فما كنت عايزة بسهولة كده وملعبش حتى ألعب حتى مش هلعب بكفاءة عالية بس ألعب وأخذ التجربة بعيس أن أنا ما رايح بريسة أنا يعني رايح بسيخة أكبر يعني لو سألتك على اللعبة دي تحديدا من مثلك الأعلى مين أفضل لاعب في العالم في ألعاب القوة تحديدا؟ هو أفضل لاعب في العالم يعني اللعب في أولمبياد هو أصلا كاسة روحة من العالم السنة الفات رانك راوزر من أمريكا ده طبعا أعتقد هواتي يعني هواتي التوب بالنسبة لأي لعيب موجود حاليا يعني أرقابه قوية جدا بس لما بيبقى فيه حد مميز في مهنة يعني بنمتثلها أو رياضة مثلا بنبقى بصين على طريقة أو قصة نجاحه أو إزاي قدر يوصل اللي هو فيه هل أنت بتخش تشوف برضو الايكون في الرياضة دي في العالم مشوا إزاي المسيرة بتاعتهم إزاي التحديات اللي قابلوها يعني على أساس أن الواحد دايما بيطور من نفسه هل أنت بتعمل كلا؟ وكان أنا يعني لما أسافر قاية ماتش بيحاول أتكلم معاهم أعرف مثلا أنا شرقت فتاة خير إن شاء الله لما أسافر كده بيقعد أتكلم معاهم وأنا أقشهم وأعرف مثلا حتى زميلي مصطفى عمر بقعد أتكلم معاهم وأعرف مثلا منه حاجات مثلا لو حاجات نقصاني بيسألوا عليها وأخذ الخبرة منه هو حتى يعني لأجيال اللي قابلي يعني هو عقب إني بسنة بسوما كان حتى كان رقب منها رميه هو كان رميه قابلي بفترة وكان ساعدني كثير ساعدني كثير عشان أفرمي كويس فنفسي أعمله معا أعمله بره برضه وأخش أتخرج وأحاول أعرف منهم وأعرفهم ما هو ضدهم كويس أعمله شباحة كورة قدم مش عارفة تنس باسكت يعني ممكن نعرف ده شوية أصلا الشجاع على لعب القوة كان كان كابتن عيد كان أول حالة مرانة معاه وعادت مرانة معاه 11 سنة كان عندك كم سنة في البداية يعني أعتقد كان عندي 13 13 سنة اه هذا سن كويس كاستورت اه وهو الشجاعني وكده طبعا أحلي ما كانونش عارفين اللعبة قوي بس مع الوقت طبعا هو في بداية اهتم بالدراسة اهتم كده لكن مع الوقت لما أشعروا أن أنا يعني في أمل يعني فخل يعني فضل بقى يدعموني حتى بقيت هو الخير الأول للرياضة ليس للدراسة يعني أنت أصلا رحت لهم فجأة قلت لهم أنا هلعب هتمرق ممتك وباباك بقى أخذوا الموضوع ازاي في الأول لا لا عادي يعني أول سنة صغيرة عموما بقى حلو لي ونلعب رياضة حتى بجنب الدراسة فأخذوها يعني هي الأزمة كلها كانت مثلا يعني لما وصلت إلى سنة عموما فهو بقى يعني هل بقى أخذ حدثة وأكمل في الدراسة قوي يهم ما أخذ حاجة أخاف بحيث أن أنا أعف أكمل في التمرين هي دي كتتأزمة يعني كنت لها جبت مداليا في الناشئين في الوقت ده في الوقت سنة عموما فقال لك لا ابني بقى طلع مش سهل فهو ده بقى يعني الخدانة يكمل أكتر في الرياضة ممتك ولا بقى بقى الأول ابتدوا مش يأمنوا بك بس اللي هو ابتدوا يأخذوا كده نظرة إن لأ يعني محمد دي يجي منه حاجة كويسة لا في الأول كان بقى بصراحة هو الأول كان بتابع يعني وحسن الدنيا كويسة بقى كي هوما يفرحة الاتنين بقوا يعني وحتى يعني أي حاجة ممكن تيجي على الرياضة لأ حتى لوحها حتى برد دراسة وليك أخويت برضو بمارسوا أي رياضة ولا لا؟ لا لا أنا بس في عائلة تقليلهم كلها بجد؟ رياضة كبيرة كمان حلو جدا طيب محمد يعني أنا مبسوطة أنك كنت معنا بجد جدا والله فكرة جميلة والشنة زي ما أنت عالف حلو كان عليك قبل كان إن شاء الله بش اللي جاي كمان ربنا يوفقك تكون معنا ومحقق حاجات كمان أحسن كتير شوفك على خير شكرا لك يا محمد شكرا لك يا محمد طيب إحنا لسه أكيد حلقاتنا مخلصتش في فكرة تانية هنروح بس بفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرك رحبا حضراتكم في الفكرة الأخيرة بقى من حلقة النهاردة وبنتكلم عن ملفات كروية عديدة هنتكلم فيها لأن الأسبوع ده أعتقد يعني كنا عندنا أحداث رياضية كتيرة جدا وعندنا مطشاط مهمة قوي على مستوى من تكلم المحلي كمان والقري والعالمي هنفتح كل من اللفات دي بس خلينا نرحب في البداية بكتن جمال السيد نجمة الأهلي السابق صباح الفل بقى صباح الورد وصباح النصر يا رب إن شاء الله نقدر نقولها النهاردة إن شاء الله بإذن الله صباح الخير طبعا عليك وعلى السيدة مشاهدين وعلى قناة الأهلي وأنا مبسوط جدا النهاردة في القناة طبعا يا رب إن شاء الله كده نكون لشنا حلو على المنتخب بإذن الله بإذن الله ما رفتت لما حريك كنت معنا وكان كريم بس اللي معاك النهاردة أنا وكريم بس أجازة بس لا ملفات كتيرة وحابة لنا أبدأ مع حضرتك بقى يعني نبدأ كده بفكرة الأهلي والإسماعيلي والأداء اللي إحنا شفناه والزج بالناشئين والأداء المحترم من الناشئين ومسيماني أصلا وفكره في فكرة هنا يعني بدل ما أنا أروح وأشتري وأعمل صفقات تم أنا عندي هنا قطاع رائع وأكثر من رائع وطلع لأبطال وناس أسابي كبيرة جدا كانت قبل كده في الأهلي فخلينا نبدأ من النقطة دي بالضبط حاجة كويسة أول اللي عملها طبعا مستر مسماني فعلا مجموعة ناشئين مجموعة لعيبة هايلة كلهم مبشرين بالخير وعملوا جيم كبير قوي مع الجونة في البداية طبعا كانت تعالوا طبعا وبعدين مع مباراة الإسماعيلي طبعا الإسماعيلي فرقة كبيرة وكان احتكاق قوي جدا للناشئين وعلى أسكم يوم طبعا مصطفى شبير ومغربي ومانو أحمد سيد غريب محمد فخري يعني عشان من يساعد أحمد سيد عبد النبي كلهم لعيبة مبشرين بالخير يعني أنا شايف أنه هو يعني هتبقى زخيرة قوية للنادي الأهلي خلال السنوات القادمة ويعني أنا شايف برضو إن شاء الله بإذن الله طبعا أنه ممكن برسي تاو لو حصر البطولة دي بعد طبعا تعافيم الكورونا هو تعافى خلاص بقين الرسمي صادر يعني ضبط ليه بقول كده وليد سليمان المجموعة اللعيبة لما مجموعة اللي بقى في وسطهم ثلاثة أربعة من اللعبان ذو الخبرات أعتقد أن اللعيبة دي هتستفيد بشكل أكبر ويتدوم ثقة أكبر وممكن يعني في المباراة القادمة إن شاء الله نوصل للفوز رغم أن إحنا مش قلقانين قوي على البطولة دي إحنا طبعا بس إحنا ننادي الأهلي قوي ما بنلعب بطولة كل الناس بتحس أنه بيقولك خلاص أنا عايز بطولة لسه كنا بنتكلم من برح برضو كنا بنقول حتى لو دورة رمضانية الأهلي عايز يكسبها يعني بزرط هي دي الثقافة دي ثقافة ثقافة طبعا ممتازة لعبة النادي الأهلي والناشئين بدليل إن هم تعدلوا في آخر دقيقة يعني إحنا دايما مميزين النادي الأهلي ما تأمنش المبارتك مع الأهلي إلا مع صفارة الحكم صفارة الحكم تفكر إن انت خلاص آه المباراة تعد ولكن الناشئين النادي الأهلي قدروا إن هم يتعدلوا مع الإسماعيلي طبعا أنا مش هقول حاجة يعني لا حاجة كبيرة أو لا لعبة النادي الأهلي دايما بتدور عرفوز حتى لو شباب ناشئين أو زي ما حضرتك قلت دورة رمضانية بلش أنا شايف لو إن شاء الله بإذن الله مباراة المقاولين يوم الجوم أعتقد لو قدرنا إن إحنا نقدر ندعم اللعبة دي ب3-4 لعبة من اللعبة الكبار أعتقد إنها هي فرق كتير جدا في الشكل والمستوى والنتيجة كمان حلوة قوي هنروح ونرجع بين الأهلي والمنتخب وعندنا ماتش النهاردة مهمة مع السودان وناس كتير بتقول لك يعني السودان ماتش هيخلص في أول ربع ساعة الكلام ده سمع لها قبل كده والكلام ده مش مظبوط مفيش حاجة سبايا كده مفيش مباراة سهلة مفيش فرقة تقدر إن أنت تقول أو منتخب تقدر تقول إن هو يعني ماتش بتاعه هيخلص في أول دقيقة الكلام ده على الأرض ما حصلش وبعدين برضو هارجع مع حضرتك كابتن هو الموضوع برضو إن السودان على فكرة فرقة مش ضعيفة أبدا لا فرقة كويسة فبتتوقع المشهد النهاردة يبقى عامل إزاي بإذن الله هو طبعا إحنا بنقسها أو يعني هنقول الإعلام والصحافة على التاريخ إحنا تاريخنا مع السودان يحن نفوق عليهم بشكل كبير طبعا ولكن يجي على أرض الواقع لا الموضوع مختلف تماما لإن السودان النهاردة عندها فرصة للصعود أنها توصل أربع نقاط صحيح لإن معظم أعتقد أن يعني بحزبة بسيطة في جميع المجموعات اللي هيجيبها أربع بنت ممكن يوصل كأحسن توالد كمان هتفرق كتير معهم فهم عندهم أمل علاوة لأن السودان في المباراة الأخيرة بتاعتها فرقة منظمة فرقة كويسة عندهم شراسة وعندهم حماس وعندهم روح ما كانش إحنا نقابلهم بنفس الإصرار والحماس والروح ده بعيد بقى عن الفنيات هتلاقي هتحصل لنا مشكلة في المرعب لازم يبقى قلب وروح وإصرار أن نحن نكسب علاوة طبعا إن شاء الله بإذن الله طبعا يعني مستر كروش يعني عملناها التشكيل كويس دي بقى يعني اللي بنتمناها بعيدا عن المفاجآت في مباراة ما تحتمش المفاجآت تحتمل أن أنت فعلا بتحط التشكيل التشكيل الأصوب والأصلح بمراكز اللاعبين اللي هي كانت يعني نسبيا شواء في مباراة غينية أكسبنا سمك الأداء لسه ما تطورش أو وصل للمستوى اللي أنا أقدر أقول أننا يعني لأ ده أنا هنفس بقوة روح المنتخب خلينا نقول يعني لما رجعيش هاد الوقت معلش ما فيش ماتش لعبنا أعتقد لعبنا بروح منتخب مصر اللي إحنا نعرفها لا لسه فعلا مباراة نيجيرا طبعا بعيدة تماما على المستوى مباراة غينية تطور بسيط أو تحسن بسيط تبقى للخطة والطريقة اللي لعب بها مستر كروش أقرب للواقع ولو إن أنا شايف النهاردة أن الأفضلية ممكن يلعب بثلاثة في نصف المرعة يعني أنا شايف مش عايزة يلعب أربعة تنين تلاتة واحد نهو بيعب أربعة تلاتة تلاتة دايما أه لا يعني المباراة اللي فاتت يعني كانت مش شايف أن البلاي ميكر كان مؤدي بشكل كويس تحديدا عبدالله السعيد يعني أهو ما كانش موفق فعلا بالضبط ما كانش موفق كانت تحس رتم أداء ومشواخد رتم أداء المنتخب بصفة عامة دي مطلوبة أنا ممكن لو لعبت أنا بحمدي فاتحي ونصر محمد نصر النيني وعمر السلية أعتقد هيبقى لنا شكل كبير جدا وخاصة في اللجومة عندك محمد صلاح مصطفى محمد ممكن لعب عمر مرموش أعتقد أن إحنا هيبقى لنا شكل كويس ومع المساعدة طبعا الجيدة من عمر كمال عبدالواحد ومن ناحية الشمال ممكن أيمن أرشف طبعا في ظل إصابة أحمد فاتح أعتقد أن إحنا هيبقى لنا شكل ويبقى لنا تواجد لجومة أكبر وخطورة أكتر على مرمو منتخب السودان يعني القصة من وجهة نظر حضرتك كابتن جمال هي بتتلخص فيه أن أنا أعمل خطة أفضل ولا أن أنا ألاعب اللعيبة في المراكز بتاعتهم ولا أن أنا أعمل ميكس ما بين الاتنين لأن إحنا شفنا دا الواحده شفنا دا الواحده ما كانش أفضل للأداء فبرضو بتشوفها إزاي المفروض المشهد مش بس النهاردة في اللجاي كمان يبقى إزاي اللجاي طبعا كله رايح للأقوى يعني إن شاء الله بس ناخد الخطوة دي إن شاء الله ليه أنا ممكن مش عايزة أعمل أقول إيه يعني لا مش عايزة أعمل حاجة جديدة أولا المباراة دي ما تحتملش المفاجآت حتى أنت بتلاقي منتخب السودان أنت أوراق كلها مكشوفة بالنسبة له وهما نفس الكلام عارفينك وعارفين خطورتك فين وخدرتك الهجومية في أي مكان أنا ممكن أعملها أثناء المباراة إن أنا ممكن محمد صراحي يدخل جواه مصطفى محمد يطلع على براء يعني الحاجات الشفتات اللي بعملها عادية في التكتك الهجومي بتاعي ولكن مش محتاجة ما تحتملش مفاجآت زي الجزئية اللي كنا بنتكلم على مصطفى محمد بيلعب ناحية اليمين محمد صراح لا ومش بس كده التغيرات اللي احنا بنشوفها بصراحة اللي بتبقى برضو عليها لما تستفهم كتير جدا متبقى مش فاهم ده طلع لي وده دخل مكانه لي وفي التوقيت ده تحديدا يعني ناس كتير برضو ما بتبقاش فاهمة لا طبعا ما فيش شك طبعا يعني زي ما قلت المباراة دي محتاجة ثبات واحنا عندنا ثبات في التشكيل لغم ان خط الدفاع عندنا احنا مجبرين لان احنا نقصين تلاتة طبعا بشكل يعني تلاتة مؤسلين جدا اكرم طفي طبعا لرب انا قلت خبر كده ان هو في سبيل ان هو يتعمل له التأشير ان شاء الله ربنا رجعه بالسلامة طبعا والمؤمن مصاب يعني قد الله ومشاء فعل وان شاء الله يرجع اقوى من الاول بإذن الله وفيه طبعا الاصابة بتاعت ايمان اشرف والاصابة بتاعت الوينش ولكن السلاسي اللي يلعب مكانه من كان عمر كمال عبد الواحد او محمد عبد المنعم او ايمان اشرف اعتقد ان هم قدرين ان هم يسد الخانك اللي ممكن يعملوها او النقص اللي ممكن يعملوه اللاعب المصاب فشايف ان كيروش يلعب بالسبات او الشكل اللي انا بقول عليه اعتقد ان هو يلعب كده ممكن لعب اربعة تلاتة تلاتة تبقى واضحة جدا هجميا ودفاعيا توجد وجوم بشكل كويس اوي في نفس الوقت الخطورة هتقل عليك بشكل جيد اوكي طيب كابتن جمال معلش يمكن الشق اللي انا عايز اتكلم حضرتك فيه مش ناس كتير اوي يعني بتركز عليه انا بحب الشق النفسي دايما اتكلم عنه لانه هو اعتقد جزء لا يتجزأ من نجاح اي لعب ونجاح اي فريق ومنتخب احنا شفنا الشق النفسي مع محمد سيماني من بداية قدومه للنادي الاهلي كان اكثر من رائع وخلى فيه يعني لعيبة تظهر بشكل كبير جدا واداءهم ومنقول ما شاء الله احنا عندنا كوادر عظيمة عصعيد التاني شفنا لعيبة كنا عارفين عنهم اداء معين لا لقينا اداء اقل بكتير من امكانياتهم مع المنتخب بصراحة بعد قدوم كيراش خلينا بقى صراحة برضو ده شق الناس تقولك او يعني احنا مش شايفين ان كيراش بصراحة من خلال كمان تصريحاته ده بيعكس انه مش مهتم بهذا الشق فطب هل ده عادي هل ده طبيعي هل ده مش مهم مثلا لا مهم جدا طبعا احنا عشان احنا كعرب كمصريين تحديدا بنحب الشق ده او نتعامل بيه بشكل كبير ولكن في ظل الاحتراف هنتبص نلاقي مستر كيروش ممكن يكون هو مش واعل النقطة دي انا بعمل لعيبة محترفين كل واحد عارف ما له وما عليه وبناء عليه بيقدف الملعب تبقى للحالة الاحترافية اللي هو فيها الحالة النفسية دي تخص هو يعني بتكلم مثلا تخص اللعيب نفسه او تخص منتخب بلجة هذا مش كلام علمي ومش كلام بشكل محترف يعني احترافيا معلش الشق النفسي ده اساسي احنا بنشوف يعني فرق كبيرة جدا عالمية بيبقى معاها دايما الاحصاء النفس وغيره اه موجود موجود ولكن هوصل معاك للنقطة دي الاحق بان هما يعملوا الدعم النفسي جيد الجهاز المعاون لكيروش كابتن دي السيد كابتن محمد شوقي صم الحضري المجموعة المعاونين طب انا حبني من هنا والناحية التانية المدير الفني بيهد من هنا يعني مركز مختلف وغيره هو ممكن ما تكلمش عنها كتير يعني انا منوهلاش كتير زي مثلا انا شفت وانا كنت حضرت بتتكلم عن تحديدا الكابتن محمود الجهري رحمة الله علي واحنا في المنتخب الكابتن جهري كان كلام ومحضرته الشق النفسي فيها بيبقى واصل معاك للمستوى عالي جدا جدا انت نازل المباراة حس ان انت عندك روح وحماس تخرجها كلها في الملع فدي النقطة دي نقطة ليه لان هو برضو العربية او ان هو راجل مصري رحمة الله علي كون بيحس بينا وبيحس باسم بلده اللي بيجي هنا محترفين فبتحس ان هو عنده يعني هي قريدي موجودة بس انت ما تتعملش على كده لأ دول لعيبة كرة محتاجينها فعش كده بقول الجهاز المعاون اللي هو يعليها قوي عند اللعيبة وانا شفت حتى تصريحات لعمر السلية تصريحات ممتازة تكلم عن المتخب مصر وان احنا بنوعد الجمهور ان شاء الله ينبي حاجة كويسة وعندنا دفع كبير فدي برضو مهمة اللعيبة كبيرة عمر السلية دلوقتي من اللعيبة يعتبر من كبات المنتخب فعنده النقطة دي بتكلفها بشكل جيد جدا وقدري وحس ان هو قدري يوصلها للعيبة بشكل كبير مئة المباراة النهاردة انت هتوصل النهاردة المباراة النهاردة لازم تنسى المباراتين اللي فاتوا دي اللي هتوصلك للأدوار الإقصائية اللي انت هيبقى في شكلك هيبان فيها وهتيديك حالة معنوية مرتفعة جدا وقدر ان انا اقول منافس جيد للبطولة لان انت هيفضل 16 فرقة اللي هم اعتقد ان هم الأقوى هيحصل فيها مفاجآت كتير ما فيش شك في المجموعات النهاردة والمجموعاتين الليلة وعامتا حصل مفاجآت قرد احنا شفنا يعني منتخبات احنا كنا معتقدين منهم الجزائر ماذا احنا كنا معتقدين ان الجزائر هيروح حتى تانية لا وغيره من المنتخبات لا هي البطولة غريبة دي حقيقة ما فيش شك البطولة فعلا كلها غريبة انا حس المستوىات متقربة ما قدرناش نقول ان اللي هو التاريخ يقدر يغفر للمنتخبات زي ما بنتكلم دلوقتي عن الجزائر وتونس لسه احنا عندنا مطشاط ومصر احنا نفس الكلام بتاريخنا الكبير ده والسبع بطولات اللي عندنا ولكن النهاردة مهددين ان ممكن تحصل اي مشكلة لو ملعبناش بنفس الاسراء لان هذا لا مدينة عن الفوز انت تكسب النهاردة هتوصل ان شاء الله بإذن الله بس يعني نقطة فاصلة هل لا بديل عن الفوز ده فعلا ثقافة عند كيراش لانه هو من تصريحات مايش انا بعكس لحضرتك التصريحات مش رأيي الناس يعني هو التصريحات انه مش هي دي هدفه مش البطولة دي هدفه فلا بديل لا هو صرح بكده ما في الشك هو طبعا صرح بكده ايا كان المسؤولين اتفقوا معا على ان دي بديل او الاهم اللي هو بالنسبة له والافضل ان انا بوصل لتصفيات بوصل لكاس العالم لا مش كده احنا حاملين اللقب ده سبع مرات فانت بتخش ما هو ده يعني ممكن اقول ايه يعني بس طبعا الناس دي عقود احترافية انت بتحط في عقدك ان انا دي كاس الأمة وافريقية انا صاحبها انا البطل فيها يعني انا صاحب البطولة دي سبع مرات اللي بعدها كان يرون بخمس مرات فقوري دي ان انت بتخش منافس عليها ايه فانت مش عايز اقول ايه ان انت تحس ان ان احنا فاجئناك ان احنا بنقول لك البطولة هو طبعا تصريحاته طالع على كده واحنا بناءنا عليه الصدمنا يعني فاجئناك يعني سالخير البطولة بتعتمها وافريقية بالظبط ايه لقى الاخبار فحسينا ان احنا لا هم نتكلم عن حاجة طبعا يعني لا مش موجودة لا ده موضوع مهم جدا بس طبعا اعتقد ان دلوقتي الجهاز الفني يعني حسسوا اهمية البطولة دي بالنسبة لمنتقى بمصر يعني الموبراطية كسر عالم لا احنا خلاص اعتقد القرعة مش تقريبا ان يوم السبت حالة تلك اه خلال كم يوم اه خلال كم يوم القرعة فانت لأ انت بتدي نفسك دافع قوي جدا ان انا نكمل انما لو الأفضل الله حاصل حاجة هتبقى موضوع نكسة خطيرة وان انا بقى ده العامل النفسي بقى اللي انا هدور عليه بشكل كبير ده محتاج ده جاتر نفسي وتيجي بقى حضرتك معنا في حلقة الحل البت يا رب وانا وصلاش ان شاء الله يعني نتمنى بإذن الله طيب كابتن جمال انا عايز نروح بعدك والسؤال يعني جاوبني منتهى الصراحة لما جبنا مدير فني مصري وكان الأداء غير مرضي للجماهير تم يعني مش ازحته يعني تم الاستغناء عنه استغناء عنه بشكل محترم اكيد جبنا عنصر زي ما حالكوا تتكلم أجنبي وعلى شكل احترافي يعني وجلنا برضو الأداء اعتقد كان غير مرضي ليه الجماهير المصرية وكمان العربية طيب ليه ما كانش فيه انتقاد بالشكل الكبير اللي احنا بنشوفه يعني آه فيه انتقاد دلوقتي بس أول ما جي كيرواش ما كانش الأداء الأفضل أصلا يعني محسناش بفرق حتى على كابتن حسام البادري ولكن الانتقاد ما كانش لازع زي وقت كابتن حسام البادري هل احنا اللي عندنا مشكلة ولا قصة ان احنا بندي ثقة زي ده ليه العنصر الأجنبي ولا ايه الحكاية والله اقولك الصراحة ايه بيحصل انا هخصها في كلمة واحدة يعني هي جزئية الناس اتكلمت عن جزئية غريبة مع ان انا شايف ما عندش قنع بيها حتة القبول 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 باختصار كابتن حسام تحس ان ما كانش عنده قبول بينه وبين الاعلام والصحافة ممكن تكون طبيعة شخصيته كابتن حسام جد جدا لا احنا عمفين ان هي طبيعة شخصيته طبيعة شخصيته كده لو كان الاداء يعني او الاسلوب كده بس على الارض فيه نتائج ما كانش فرق مع الناس تمام ما هو انا بقى في اللحظة دي بطلع الكلام اللي انا بقوله اللي هو قصة القبول ان انا عشان ما فيش تقفق بيني وبين الكابتن حسام قوي او ما فيش قبول بيننا وبين بعد قوي فتلاقي ايه كان النقد لازع جدا يعني كانت حملة جديدة مع ان الكابتن حسام نتائجه بالمقرنة افضل من كروش ما هو ده بقى النقطة بالزلط ورغم كده انه هو تم الاستغناء عنه وجيبنا كروش عمل مبارطي ليبيا نسبيا معقولية نسبيا انا مش هقول الاداء برضو مردي جدا يعني لو قرناها ببعد كده طبعا احنا عندنا في منتخب مصر اسماء كبيرة جدا احنا بنتكلم على لعيب دلوقتي عن داركابت محمد صلاح من اللعيبة اللي بتخش دلوقتي زابستي يعني في الافضلية بيخش مع كريستيانو بيخش مع ميسي وليفاندوسكي يعني اسمي كبير جدا اه طبعا الاداء بتاعه بيختلف عن اداءه الاوروبي ولكن ممكن تبقى طبقا بقى للتاكتك اللي بيتلعب الهجومي تبقى للعيبة اللي حواليه العمل المساعد اللي جنبيه الملاعب وده مشكلة كبيرة مش حيائتي منفردة ولكن طبعا انا عايز اعمل كومنت مهم جدا على البطولة دي التي يعني متساوية فيها بعض الفرق بشكل كبير جدا الملاعب سيئة جدا الملاعب الملاعب سيئة جدا جدا ده في حال اسمار ما وقع انا حسيت انهو ده غرز غرز في الرملاء يعني في المباراة وتحس انهو يعني حتى جايبين الكرة وهي بتخش جول المأسا على وشه نفكيلة كبيرة جدا ملاعب سيئة جدا فوق ما تتخيالي علاوة على ان دي بتقرب شوية المستوات من بعض لان لو الملعب جيد والملعب كويس بيحسس بلعبة الكرة بشكل كبير وبيفرق معهم كمان وخاصة في البناء انا فرق عايز اكسب غير الفرقة العايزة تتعادل او تخسر هيبقى الملعب معها انما الفرقة العايزة تكسب وتبني بشكل كويس وتلعب على الارض هتلاقي معطل معطل بالنسبة يعني فيه عوامل خارجية بتحصل في كل بطولة ما نقدرش نحن ننكرها طبعا بلا تأثير ايجابي وتأثير اكيد سالبي على اي ماتش او اي فريق او اي منتخب طيب لو بصراحة كده يعني روحنا برضو لنقطة ان احنا بتدينا نفكر شوري عقلنا ان هل ممكن ان احنا بقى نزج بيعني مدير فني مصري او وطني في الفترة اللي جاية فيما بعد كيراش احنا مش عارفين طبعا عقده مستمر غاية امتى اكيد حسب اكيد الاداء وغيره لكن هل ممكن الخطوة جاية نبقى منشوف مدرب يعني وطني حتى بغض النظر عن الاسامي المطروحة اي بعيد عن اي حاج اي واضح انها ماشي كده مصري مصري اجنبي مصري اجنبي فكابتن حسام ما اوفقش مع المنتخب دلوقتي مستر كروش بس احنا برضو عندنا مشكلة كبيرة ايه بقى احنا عندنا يعني كل الناس دلوقتي بقيت تتكلم في الكورة مشكلة قوي مشكلة كبيرة انا مش شايف ان ده يا كابتن جمال يعني دايما الناس تقول لك الناس كواب تفهم في السياسة الناس كواب تفهم في الحلق مش عيب ان احنا نكتاعد ان احنا نتعلم ان احنا نتكلم يعني ايا كان بس تبقى العملية يعني فيها حيادية شوية بالمعنى يعني انا هتكلم ما لنا وما علينا وتحديدا في مستر موسيماني ابعد شوية عن الجزئية اللي حصلت في المؤتمر الصحف مستر موسيماني يعني انا دلوقتي لعيب كهرباء العيب كبير وكل حاجة بس خلاص المدير الفني ما عندوش قناع بي يعني انت مثلا حدي ابو السليس يسأل مستر موسيماني اصل كهرباء عمل السيء طب يعني تحس ان الاسئلة مستفزة بس هو رده بصراحة كويس كان موسيماني بيرد بصدر بترد يعني اسئلة برضو بتبقى صعبة شوية يعني انت انت دلوقتي تتكلم في مبارات الإسماعيل بتحس ان الاسئلة انت بتجيب عايز تطلع زي ما بقولي انت بتطلع اسوأ ما فيه او اللقطة او بالزبط يعني هو طبعا مستر موسيماني برضو لازم يبقى عنده سيطرة شوية على عصابه مش مبرر اننا اه اننا مثلا يبقى انفعلتي دايما حاسس اننا متحفز له لا هو دلوقتي خلاص الامور واضح فلازم يبقى حتى فيه تنبيه عليه لا خليك انت بقى متزن شوية المؤتمرات الصحفية تبقى واعي جدا للاسئلة دي اقول اقول لحضرتك على حاجة عشان برضو ما نزلموش بجد موسيماني من اصلا انا بتابع دايما التصريحات بعد اي ماتشاط مش بس الموسيماني بصراحة الحق يقال يعني شهادة حق مش عشان انا اهلوية موسيماني من المدرين الفنيين اللي بيدرس قوي كل حاجة بيقولها وفعلا تصريحاته بتكون في غاية الاحترام والاحترافية يمكن ده بيحصل بس لما حد بيستفزك ما الواحد برضو بني ادم يعني بس شفت انت قلت خلينا بخليني في حاجة انا طول ما انا في الكورة هيبقى عليها سترس سترس قوي بس شفناها مع مديرين فنيين عالميين يعني بتحصل مورينيو كامبيان لابتر من كده اه انا معاك مورينيو كامبيان بحصل لابتر من كده بس انا عايز اوصل لزي ايه زابست زابست ايه الافضل ان انا لازم يبقى عندي سيطرة على عصابي في اجاباتي وابقى متوقع الحاجات زي ما بقولي ايه انا داخل مؤتمر الصحف ومتوقع اي حاجة زي ما لو بخش المباراة مثلا وابتكلم ان لازم في أثناء المباراة توقع اي سيناريو عشان يبقى لي سيناريو بديل انجح بي والحيالة تقلوا من الناس اللي هي بتحصل بتحصل انا عايز اقول ايه هو طبعا يعني خطأ مش شرك يعني الصحفي اخطأ مفيش شك ومسيماني برضو اخطأ لازم تبقى ايه العملية زي ما قلت ابقى عندي الافضل زي بست انا داخل مؤتمر او زي ما قلت اشابيها بمباراة النهار انا النهار ده بلعب مع السودان مستر كيروش ولقدر الله اول ربع ساعة تلت الساعة دخل فيها جون ادور على سيناريو نجحني وتعادل واكسب ولا اعود ابقى عصبي وعمال رايح جاي ومش مركز ودي حصلت على فكرة في منتخب الجزائر مع جمال بن ماضي انا بصرا جمال بن ماضي اسم كبير مضرب كبير جدا مضرب عظيم بس تحس ان انفعالاته اوفر جي في الاول وفي الاخر بشر طبعا بس كل واحد اكيد بيحسبها كويس وبرضو احنا بنتمنى من السادة الزملاء الصحفيين المحترمين برضو يبقى فيه انتقاء شوية للأسئلة والتوقيتات كمان لان الوضع ممكن يكون برضو مش افضل يعني حال خلينا نروح دلوقتي فاصل سريع للسادة جمال اللي لسه حدثنا يعني او الحدثنا بقية ونرجع نكمل مع حضراتكم ده كان اخر فاصل خلاص بعد كده هنمشي مع حضراتكم مرة تانية وحدتنا مستمر مع كابتن جمال السيد وعايز اروح مع حضرتك بقى الملف شوية مختلف من يومين كنا بنتابع دباست وكان طبعا اللي فاس بيها لفندوفسكي وما فيش مشكلة هو لعب برضو اسم كبير جدا بس لو هروح لمحمد صلاح هل المشكلة كانت مثلا في فكرة هنا التصويت مكانش كافي من الكتلة العربية ولا الموضوع بيبقى ملوش علاقة بالتصويت الموضوع لحسابات يعني اخرى انا شايف والله طبعا يعني ان محمد صلاح في حد ذاته يخش زابست وقبل كده نافس طبعا على الكرة الزهبية طبعا مع ميسي وكريستيانو والاخر زابست يعني كان المنافسة مع ليفندوسكي ومع ميسي طبعا حاجة محترمة يعني حاجة كبيرة قوي يؤسب لي طبعا ويحسب طبعا لمصر انها تخش طبعا في زابست ولكن طبعا انا مش عايز اخمن يعني جزئية الكتلة العربية ممكن تكون لها دخل كبير او ملهاش يعني بعيد عن اللي هو يعني بالبلد كده جول مؤامرات لا مش هميش احسبها كده نخدها ابنية كويسة وان ممكن فعلا كل واحد بيقول وجهة نظره دي حاجة الحاجة التانية طبعا انا بحس ان فيها عامل دعاية واعلان بحس انها او قد بتم موجهة يعني احساس شخصي كده يعني بالزد احسن لعيف في العالم انما ليفندوسكي طبعا ما بنقللش منه لعيف كبير وفرق كبير مع البيرن واهدافه كلها مؤثره وسيطرة طبعا من بيرن ميونيخ على البطولات كلها ممكن نقول برضو ان هي رحاله لها حقية ولكن محمد صلاح مجرد ان هو يكون في الجائزة او في الترشحات اعتقد ان دي حاجة كويس وان شاء الله اعتقد ممكن فترة اللي جادة محمد صلاح يبقى احسن من كده بكتير مع البطولات اعلى وان شاء الله ياخدها بإذن الله ونالكلم كمان عن هداف الدوري ويعني حصول صلاح في الموسم اللي جاي لو على هداف الدوري بنتكلم ممكن ده يخلي بقى بعد كده نسبت برضو حصوله على البالندار ممكن تبقى اكبر اكبر طبعا محمد صلاح دلوقتي منفارد طبعا بهداف الدوري الانجليزي وماشي كويس جدا وماشي بشكل كبير ومؤسف جدا مع فرقة ليفربول بنحس ان هما يعني لو محمد صلاح مش موجوز زي الفترة اللي فاتت دي ما عندهمش الإيجابية قوي على المرمى والقدرة التهديفية اللي محمد صلاح بيعملها بيعمل فرق رهيب كل التوفيق طبعا لمحمد صلاح ان شاء الله ويبقى احسن من كده وياخد ان شاء الله احسن خلينا بقى نرجع للأهل مرة تانية كابتن جمال نروح شوية كده يعني البعض برضو كانت بيتكلم ان ليه منطعمش الفريق الاول ببعض برضو الناشئين يكونوا موجودين ضمن الفريق يعني سواء مش شرط اساسي حتى لو بنتكلم عن بودلاء هل بتشوف حضرتك ده مناسب الفترة دي ولا انا عندي كافي من كل يعني لاعب ومركز وعندي كمان الاحتياط بتاعه زي ما بتقال مهمة جدا البطولة دي بصراحة بطولة انا شايف اللي عملها طبعا يعني ربطة الاندية كل الاحترام ديها حاجة عظيمة حاجة عظيمة ما فيش شك طبعا ليه احنا طبعا في الظروف غير عادية الظروف الغير عادية طبعا في كورونا طبعا ربنا يا رب ياقي البلد وان شاء الله يعني ده موضوع ما يزيد يا كابتن جمال بزضب مشكلة انا لست طبعا اللي حتى اقارف المنشت ان منتخب تونس اعتقد فيه سبعة منهم علي معلول طبعا كل الشفاء ليهم يعني انت هتبص تلاقي قيمة بتاعتك ممكن في مطش مثلا مباراة تونس تلاقي قيمة يدوم 16 لعيف 15 لعيف تبقى للظروف او تبقى للأعداد اللي موجودة فاعتقد الفتر اللي جاد ان شاء الله يا رب ما تحصلش حاجة ولكن انت عندك نواة من اللعيبة الناشئين والشباب تقدر تعتمد عليهم حتى لو 3-4 يدخلوا السكور يبقوا في قيمة البودلاء ياخدوا السقة مع زميلهم اللعيبة لما يرجع لعيبة المنتخب والنادي الأهلي يكتمل اعتقد مجرد تدريبهم مع الفرقة في الفترة دي اعتقد انهم هيفرق كتير جدا مع النادي الأهلي وليه دي بتقلل نسبة احتياجاتك بداية كل موسم لما بحط احتياجات انا مثلا عايز راس حربة عايز بك يمين عايز بك شمال عايز نص ملعب هبص هبص الاول للناشئين ايو اشوف عندي انا ايه المتوافر وبعد كده افكر ان انا ايجي فعلا الصفقات بعد كده الصفقات اللي بعد كده دي هتلاقيها فأدي الحدود مش هتبقى بقى خمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة لا الصفقات هتبقى في الحدود ايا كان كان الصفقات احترافية او صفقات مصرية فهتقلل جدا على قل الصفقات المصرية لعيب متربي عندي مش هيكلفني حاجة ابن النادي عنده حب النادي وعنده الروح القتلالة عالية والاصرار وعنده الروح النادي الاهلي زي اللي ظهر في مباراة لإسماعيل كويس جدا اعتقد ان الفترة اللي جاء دي هيبقى لهم تواجد بشكل او باخر ان شاء الله حلو جدا لو رحنا بقى اتكلمنا عن كاس العالم للاندية والاستعداد الفني والبدني والنفسي ومواجهة مونتاري وبعد كده نروح نتكلم عن شلسي يعني برضو الرحلة لسه لسه فيها كتير ومحتاجة برضو كتير شغل طبعا ما في الشك وخاصة انت رجع طبعا يعني من بطول الكاس أمم أفريقية فيه لعبة طبعا لقد الله تبقى مصابين فيه لعبة مجهدين واحد تعب والله من كتر يعني عارف حريك كنا بنقول يا رب الموسم ده ما يبقاش زي اللي فات لا هو واضح كأنه هيبقى أسوأ من ناحية الإصابات والغيابات وغيره هي الإصابات ورغيابات الريدي موجودة في الكورة بس اللي بيصعبها علينا أو اللي بيزعلنا أكتر نهاية بتبقى طويلة زي إصابة أقرب طبعا هي خلاص قلنا حاجة قدرية متوقع حاجة زي كده بالضبط بتاخد فترات طويلة ولكن الإصابات الريدي موجودة إصابات عضلية إصابات إجهاد بنسب برضو بالنسب بالضبط بتاخد بنسب يعني زي مثلا إصابة عمر السلية في مباراو وبالضبط موضوع بدر بنون فدي حاجات كلها بتعمل مشاكل خاصة أعمدة في الفريق يعني أقرم دلوقتي تقلب في النادي الأهل تحسنا أعمدة مؤثرة شكرا كان مين معنا ديف كابتن جمال من يومين شكرا كابتن حشيش ولا مين بيقول بيقول لك الفريق عندنا بجدة حسد أكيد كابتن حشيش أكيد أكيد يقول لك إحنا اللعيفة بتوعنا بتحسده لا خلينا الحسد موجود في الكورة يعني أنا أعتقد أن أكرم أكرم دوفيق يعني ربنا الشيوع فيها وممكن يعني الناس كلها بتتكلم عنه بشكل كويس وعادة نحن نتكلم عن حد بتحبه أو حاجة بتحبها أو حاجة عندك وماشاء الله ربنا يوفقه ماشاء الله ماشي كويس طبعا يعني هي إصابة قدرية وردة بردة زي ما قال الكابتن حشيش وارد يعني ولكن زي ما قلنا طبعا الاستعداد لبطولة زي بطولة كاس العالم الأندية دي بطولة كبيرة بطولة مهمة وصل لك مثلا إحنا النادي الأهلي الحمد لله دايما بيروح معلم يعني معلم فيها إحنا دايما بنسيب أثر جايب يا مساحب فإن شاء الله بإذن الله أعتقد النادي الأهلي بقى ابناءه ولعبته أي أن كانت عدد اللعبة زي ما بنقول الأهلي بمنحضر اللي بلبس شابت النادي الأهلي تحس إن الروح بتدب فيه والحماس والإصرار إن إحنا نعمل حاجة كويسة إن شاء الله لنا دينا وبلدنا في كاس العالم يعني أنا أتمنى إن شاء الله نوصل لإنهائي ونواجهة تشالسي بس المواجهة من وجهة نظر حضرتك هتبقى لي عنوان إيه أو بتشوف إن شاء الله هتبقى إزاي بمنتشفة فيها خليها نعرف منك لح طبعا إحنا ملمحها كده لما نوصل مثلا لمبارات تشالسي تبقى حاجة حاجة جميلة مبدأي إن الوصول ده حاجة محترمة جدا طبعا بس المواجهة بقى دي بشكلها عامل إزاي هل بتشوف إن فعلا نقدر يعني نقدر طبعا مفيش شك نقدر يعني فرقة تشيلسي طبعا من الفرق الرهيبة أكيد رهيبة يعني عندهم بالضبط أسامي كبيرة معهم مدرب عظيم تخيل الألماني ده حاجة كده فكرة ده ليست أخذ أفضل مدرب يستاهل يستاهل ما لعب لعب هاير روفرز ألماني لعب ممتاز كل لوكاكو تحس إن فرقة بدأت فرقة منظمة ليها شكل وليها وتحس إن هم بيتحكموا دلوقتي فرقة تشيلسي كانت من الفرق اللي دايما بتعتمد على ربض الفعل ولكن دلوقتي فرقة تشيلسي بتحضر كويس بتلعب كويس بتبني هجمات بشكل كبير جدا كانت الأول أحس إن هم دايما بيلعبوا على الكرة التانية بيعتمدوا على القوة الجسمانية والبدانية بشكل أكبر ولكن دلوقتي فنياتهم من الفرق اللي أنت تحب تتفرج عليها فأعتقد لو لعبت مع النادي الأهلي هتبقى أنا شايفها هتبقى مباراة عظيمة يعني الوقت شايفة كده قدامه هتبقى حاجة يعني مباراة جميلة بعيد عن أي طبعا النتائج أو زي ما قلت حضرتك مجرد إن إحنا نوصل لإن لعب تشيلسي أعتقد إن شاء الله مش عايزة الجملة دي بقى مجرد إن إحنا نوصل لا إحنا ما استلنا تنسيق يعني بقى عشان ما نتحسيتش آه إذا كان كده تمويه يعني فأقول تمويه وبعد كده نفكر في الخطوة التانية نعرف نكسبهم إزاي طيب خبتن جمال خليني برضو معايشا هنتقل مرة تانية للمنتخب ولو تكلمنا برضو عن الشكل النهاردة اللي مفروض يكون هل إحنا ممكن نتكلم مثلا يبقى فيه زجب في البداية بزيزو وتريزيجي بدل ما تكلم عن عبدالله السعيد من بداية الماتش هل ده ممكن يفرق برضو في الشكل يعني أو في الأداء أنا بصراحة ومش عايزين نقيم عبدالله السعيد في آخر مباراة يعني لأنه لم يوفق فعلا بس هل لو كلمنا عن زيزو وتريزيجي في البداية ده الأمثل 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 اللي من وجهة نظري الشخصية لو أنا ما كان كروش وشايف إنها هتعمل فعالية كويسة ممكن ورق أراب حبيب أزيزو لعيد كويس وبينزل بيفرق مع المنتخب يعني كلما بينزل بتحس إن فيه طفرة أداء هجومي للمنتخب بشكل كبير إنما أنا لو لعبت بطول هجومية بتاعتي اللي أنا مثبتها ومديهم الثقة صلاح ومصطفى محمد ومرموش أعتقد إن إحنا هيبقى الشكل كويس قوي وهممكن أستحلك فرقة السودان النسبية ممكن أستفيد بعد كده بزيزو واستفيد بتريزيجي بس تريزيجي لما يبدأ أنا حاسس إن حساسية المباراة بالنسبة له لسه شوية إنما مع الوقت تريزيجي هيرجع للمستوى بشكل أجل خارج من أصابها كبيرة إحنا نتكلم في البصة ليبي برضو فترة طويلة وإن أنت تبرأ مباراة بالقوة دي بتعتبد على الاندفاع البدني بشكل كبير أوي أكتر من فنيا فعشان كده كان حتى الشكل في مباراة نيجيريا مش مظبوط ولكن أنا شايف إن لو احتفظ بتريزيجي هو ياخد جزء من المباراة زي المباراة اللي فاتت غينية أعتقد إن هيبقى شكل مؤثر أوي ده بالنسبة للمباراة السوداني النهاردة لازم أحط لها سيناريو أو اتنين ما هي السيناريو بقى أن أنا بهاجم عشان أخلص من أول كم دقيقة ولا أنا حدافع مع هجوم يعني ما برضو الواحد لازم يعلم التوازن اللي أنا أتكلمت فيه أنا عندي لو لعبت بتلاتة في نص الملعب حمد فتحي قدام حجازي قدام محمد عبد المنعم أعتقد هيبقى مصاد كويس بس هو على طول بيلعب كده بيلعب بس هيبقى عندي إنني وعندي عمر السلية عمر السلية ممكن يطور وتطور من أداءه بشكل كبير جدا وبصراحة تحسب لموسيماني طور من أداءه إن بقى ليه تواجد هجومي بشكل جيد عمر السلية ما كانش بيعمل الأسستات دي الأول في بداياته أول ما جينادي الأهلي في 2015 أعتقد كنت أنا حتى في الفريق الأول مع كابتن زيزو في الفترة دي الفترة اللي جي فيه عمر السلية عمر السلية متابعيتي دي بقى لعب طور من أداءه بشكل تطور الهجومي صحيح بقى يقدر دلوقتي يعمل أسستات كويس قوي يعمل الكرات البينية بصوا سليم مئة في المئة كان الأول بيعتمد على قطع الكرة ولكن المرحلة التانية كانت متأخرة شوية عندها إنما دلوقتي عمر السلية هتلاقي عمل مشترك في معظم أهداف النادي الأهلي أو أهداف المنتخب المصري كويس كي بدليل الأسست الأخير اللي عمله محمد صلاح مكانش حد يتخيل إن عمر السلية في اتجاه للمرمى وأنا هصوب خلاص فجأة عملها تشب لمحمد صلاح ولا أروع ولا أروع بالزبط راحت لمحمد صلاح يعني الحمد لله بنا وفقه فيها ويسجل بشكل كويس فأنا شايف كده الشكل اللي يبقى أوقع وأقوى يعني هو فاضل دلوقتي دقتين أنا عايزة أستغلهم من الكلام عن كابتن جمال أكتر إيه رأيك بقى لا بقى يخلي لا بجد والله إسم كبير يعني وقدمت كتير جدا للأهلي خلينا برضو نعرف دلوقتي أو حاليا كابتن جمال إيه المشاريع الجديدة لك والله أنا دلوقتي مدير فن قطاع البرام في نادي إنبي يعني أنا دايما بحب أشتغل طبعا نادي الأهلي طبعا بيتي وكل حاجة ولكن نادي إنبي طبعا من الأندية الكبيرة جدا في قطاعات الناشئين تحديدا مع أنا رئيس نادي عظيم الأستاذ أيمن الشريح حاجة كده من الرؤساء الأندية حس أنه عايز يعمل حاجة نادي إنبي ويطور بشكل كبير كابتن محمد اسمعيل رئيس قطاع الناشئين وكابتن محمد كلهم ناس بتحاول كابتن لسي بيختار مدير إداري قطاع الناشئين دلوقتي فبيحاولوا يطوروا بشكل كبير من قطاع الناشئين مهم قطاع الناشئين ده جدا وأنا عندي دليل دلوقتي نادي الأهلي الحمد لله بيعتمد على أفضل لعيبة كانت في ناشئين نادي إنبي طبعا مجد أفشاء علي لطفي صراح محسن أكرم توفي لعيبة كلها أعمل في النادي الأهلي ده دليل إن قطاع ناشئين نادي إنبي ماشي على الخط السليم إن أنا بصدر لعيبة لمنتخب مصر والجميع عنديات مصر ودير سهلة اللي أنا دايما كنت بقولها برضو على النادي الأهلي النادي الأهلي قطاع ناشئينه مش قطاع ناشئين عشان لعبت النادي الأهلي بس أو عشان يستفيد بل فريق الأول بس لا النادي الأهلي طول عمره تبص تلاقي لعيبين ثلاثة في كل نادي لعبين ثلاثة في كل نادي نادي إنبي دلوقتي وصل للمرحلة دي يعني ربنا وفقنا إن شاء الله ونطلع لعيبة أبراهيم كويسين طبعا لنادي إنبي الفريق الأول والمنتخب مصر ونقدر نساهم بجزء بسيط من اللي بيعملوا نادي إنبي معنا بالتوفيق إن شاء الله كابتن جمال نورتنا فقرة جميلة وبإذن الله خير النهاردة الساعة 9 المطش يا رب بإذن الله كل التوفيق وإحنا يعني ما عندناش مشكلة نتفاجئ ما عندناش مشكلة خالص يعني النهاردة كيراش يفاجئنا بس يفاجئنا حاجة كويسة يعني وحتى توقعات البعض اللي هي مش إيجابية قوي أنا ما عنديش مشكلة إن هو يخزلنا كلنا ويطلع في حاجة في الآخر مهمة أو كويسة جدا تفرح المصريين هم يستحقوا ده شكرا لك شكرا جدا والحلقة كده خلاص انتهت والأسبوع كمان خلس من 10 صبح في الأهلي نشوف حضراتكم إن شاء الله الحد الجاي أنا وكريم وحلقة جديدة و10 صبح في الأهلي مع السلامة